مما ذكر أيضا هذه الآية التي سقتها قبل قليل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وقلت سأذكر لكم قصة حان موعدها ما القصة؟ ذكر عدد من أهل العلم من المفسرين أن هذه الآية والتي قبلها في سورة المائدة نزلت في قضية حدثت في العصر النبوي وذلك أن جماعة من اليهود ترافعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زنا رجل وامرأة رفعوا القضية إليه طبعا أن الآية نزلت بشأن هذه القصة التي أحكيها الآن فهذا رواية ذكرها بعض المفسرين أما أن هذه القصة التي سأكملها ثابتة فهي ثابتة في الصحيحين لكن هل نزلت الآية بسببها؟ أقول هذه رواية بعض المفسرين ترافع هؤلاء اليهود إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن رجل وامرأة زنايا فجاء إليه وطلبان منه أن يعطيهم حكم الله في هذه القضية قال اليهود؟ نعم اليهود يهود جاءوا لشهم يؤمنون به؟ لا لا يؤمنون به طيب لماذا جاءوا؟ كل هذه التساؤلات تطرح تخطر في بال الإنسان ما القضية؟ سنكمل مهلا جاءوا إليه فرفعوا إليه هذا الأمر فجاء إليهم وقال ما حكم ذلك عندكم؟ الزان ما حكمه؟ في دينكم فقالوا يُعزَّر ويُسَوَّد وجهه ويُحمل على حمار فيركب بالقفاء قال إيش يُعزَّر؟ التعزير يا أيها الأحبة عقوبة في الشرع ليست مقدرة بحد معين يعني ليس فيها عشر ضربات عشر جدد ليست محددة يأتي به من يدير أمور الناس فيقول مثلا قد يضربه ضربة واحدة قد يتكلم معه بكلام يعنفه فيه هذا هو التعزير قال يُعزَّر يُسَوَّد وجهه أن يُؤْتَى بشيء من فحم فيطلع وجهه بالسواد كناية عن أنه أخطأ خطأا كبيرا قال ويركب على حمار بالقفاء يعني وجه الحمار بهذا الاتجاه هو وجه الإنسان إلى الاتجاه الآخر نعم قال هذا حكم الله فيكم قالوا نعم قال أنشُدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى أهذا حكم الله فيكم فسكتوا إلا شابا منهم من أحبارهم فقال أما والله إن شتنا فإن حكم الله في التوراة على من زنا وكان محصنا الرجل وكان هؤلاء قد جاءوا بنسخة من التوراة معهم فقال وطلب منهم رسول الله لما سألهم عن حكمها فقرأوا له شيئا من ما وجد عندهم من التوراة عن قضية الزنا وكانوا يضعون أيديهم على مكان كأنهم يخبأون آية فلما قام هذا الفتى الشاب وقال أما قد نشدتنا بالله فإن حكم الله الرجل ثم قال ارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم فقرأ الشاب وهذا الحكم في التوراة هذا مما كان باقيا إلى الزمان النبوي إلى عصر رسول الله بأن حكم الزان المحصن الرأل قال فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم الرجل المرحم لماذا جاءوا لهم لماذا لم يكتفوا بقضيتهم جاءوا لأنهم كما قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم هم في قرارة أنفسهم يقولون هذا نبي فقالوا هذا نبي ولابد أن يحكم بحكم الله وحكم الله الرجل فإن جئنا إليه فقال لنا حكم هذين الزانيين مثلا الضرب الجلد نجلدهما وإذا وقفنا عند الله يوم القيامة كذا هم يقولون ويتساءلون وإذا وقفنا عند الله يوم القيامة فسألنا لماذا لم تقيموا شرعي في شأن هذين نقول يا رب هذا نبيا من أنبيائك حكم لنا بهذا فسأله ولا تسألنا نعم أرأيت الخبث إلى أين يصل حسب أله هو الأضنم هو نبي من عندك مسؤوليت ما دخلنا الله أكبر وإن حكم لنا بالرجل فعلنا خلاص يعني انتهينا من الموضوع سبحان الله إلى هنا وصل بهم المكر نعم إلى هنا وأكثر من هذا لذلك شأنهم عجيب ولذلك قلت ميرارا نمر على آي كثير من القرآن العظيم فنجد فيها أوصافهم وشؤونهم وما صنعوه وما قدموه ماذاك إلا لنحذر جميعا من أن نكون مثلهم حتى لا ينزل علينا غضب الله تعالى كما نزل عليهم إذن هذه التي سقناها الآن هي أشياء كانت موجودة قطعا في التوراة وكان موجودا في التوراة توحيد الله عز وجل قطعا والأركان الإيمان الستة التي ذكرناها تؤمن بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر القضاء والقدر كل ذلك كان مذكورا قطعا في التوراة الآن هل التوراة التي بين أيدينا اليوم فيها هذه الأشياء التي ذكرناها الآن فيها بعضها إلى الآن وبعضها قد زورا مصح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر